السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري نهانين كل شي هو ذاك نتمنى أن تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في الفيديو جديد اليوم قد نبال لكم فرحان لأني جبت لكم أقوى تليفون جرد حد الساعة من شركة شاومي والتي تعتبر تليفون المتكامل اللي هو شاومي 13 ألترا والشيء اللي غريبه في هذا التليفون هو يأتي مع واحد الباك اللي هو هذا من أن تركبوا التليفون كي يقول لي بحلقة كاميرا حترافية وبين وابينكم سبع الحقيقة اللي مخليني فرحان بشكل معاكم صريح وهو خط دول المغريب كامل القطعة الواحد اللي كي يأتي معادي الباك هي ذا اللي عندي وده بيغريبين وابينكم وش منساش واحد لايك على اللعيبة ادير لايك يا صاحبه وش كتسنة يالله الموما انطورش عليك منتساش لايك اشترك في القانون وشفه على الجرس بجديم وصلك جديد والحاجة اللي غتفرحكم وهو القطعة ارمتوفر عن درمزي ستور اذا ارمتوفر عن درمزي ستور ارمتوفر عن درمزي ستور ونعطاك واحد ناصحة حاولت ارمزي ستور على انستغرام لانك يشاهدو عنا بزادي التليفونات الاندرود لايفونس جديد ومستعمل و اهم حاجة تشاريه مناسبة ايضا تشاريه مناسبة مع مرشاة المعلم معمرة ريبارات حقيقية كل شي حقيقة يعني تشاريه معينك مغمضين انستغرام درمزي ستور نشاهد في درمزي ستور ونبدأ ارمزي ستور ارمزي الاندرود وننوصله الكاميرا سننظره على الباك شاومي 13 الترا سوف ندوب بهذه اول شيء بشكل كارتسيم لدينا الوراقة بشينوية لا تقرأ فيها وهذه البورشيطة الاندرود لدينا قصحة شوية من بعد سوف ندوب الاندرود لا سوف ندوب في المراجعة نرى ماذا لدينا هنا ارجعه 90 وات الراجل اضاف من المراجعة وضع الضغططر اضافة من المراجعة وعرفت ماذا كيف اتمبت من المراجعة اذا لننتبعكم في الديزايم البداية لا يمكنك نضيف اقرأ ليك تشوف كيف يدير شو واحد العيبة كينة هنا يزيدة الأحساب الكاميرات الموبلو موقع نهضر بزيف خليتنا ندور في المراجعة و كل حاجة نهضر عليه بتفصيل و نكمل المراجعة ديان و كما العادة أول حاجة كمدوا بها هي تصميم نقدر نقول لك هذا هو أفخم تليفون جربت لحد الساعة جربت بزيف دير الشركات جربت لايفون جربت البيكسل و بزيف دير تليفونات و لكن المقارنة 1013 اعتراق اللي نقدر نقول لك عليه هربان عليهم بزيفة صحبي مني غاديتش التليفون في الدك الفخام اللي غتحس بها ما غتلقى فتشي ماركة واحدة أخرى لأن الضعر هناك يأتي من الجلد والفريم اولي جنب ديالتليفون يأتي من الاليمينيون وبنسبة لفريم دياله داخل واحد شوية في الضعر كي يأتي كورفد و هو بينو بينكم تليفون رعرات ديال بالصحب و لكن بما أن الضعر دياله و حتى لكي يأتي كورفد واحد شوية فالشدد ديالتليفون جد مريحة و أخذ ديالتليفون على ديالتليفون الكاميرا تدرهم على تشكيل إلا لحتي معي غابلك برزين شوية لدهر ديالتليفون لأن السنسر اللي لديك اولاد الحساس ديالتليفون كبير واحد شوية و إذا أريد أن نزيد و نركز على التفاصيل إلا لحتي معي فريم ديالتليفون و سأتعطيه واعر و سأقول لك من الضعر التليفون في الدك الفخام اللي غتحس بها و سأتعطي السبيكر لأنك يجب صوت للسيريو لأنك تسمع صوت للسيريو لأنك يخرج من الفوق و حتى ملتحت أما عندما نلتحت لديك سيدي السبيكر لما تدير شحن type 6 الماكروفون خاصة و الماكروفون و الماكروفون أهم شيء هو التليفون يجب معيار IP8 يعني ترشي على الماء ترشي طائحة خفيفة و لا يوجد من الماء ولكن كما يقول و هذا مكان بالنسبة للتصميم و أهم شيء تنسى صاحبي لا أظهر لا أظهر أقول لك أقول لك أبدا لا يزال لا يزال لا يزال أما في الأرض فيما أن الظهر التليفون هو كورفد و يأتي من الجنوب يأتي من النوع و تعرض لك 68 مليار لون يعني أنه يطلق لا يوجد خيال يأتي من HDR10 Plus و تترشي بشكل و يأتي من 120 هرتز أما في إضاءة يأتي لكي تعمل في الزنقات الأشياء عادية للشمس يأتي لكي تسمع 20000 نت حسنا يجب أن تكون هذا الجنوب و لا يجب أن تكون مشكلة و إذا نعمل في الزنقات الأشياء عادية للشمس سيأتي لكي تعمل في الزنقات الأشياء يعني في تجمع الأحوال لا يجب أن تكون مشكلة و إذا نعمل في الزنقات و في الزنقات كل شيء سيبلي و تجيب حجم 73 و 70 بوس مع دقة Quad HD يعني الفراجة فيها ستكون مخيرة أعجبتني فهي حجم كبير الزنقات الأشياء و ينظم الزنقات و معهكة المعالج لا يتحن الباتريك يعني لا يسهلك طاقة بزيار وهذا الشيء الذي سيجعل الباتريك يصبر معك المدلة طويلة وغير كون هاني هذا المعالج سيكون أداء مخير لأنك ستعرف أنك تأخذ فلاكشيب بالنسبة للناس الذين لا يعرفون كيف يتحدث عن فلاكشيب قصوبات تليفونة الغاليين المليون والفوق لكن نحاول أن نبصر لكم بشكل شي فهم كان هناك كلمة أخرى يقوله فلاكشيب كيلر فلاكشيب كيلر يتحدث عن فلاكشيب كيلر في فعام توسطاق من قبل أن نقوله ما يتحدث عن فلاكشيب كيلر ولكن المواصفة تليفونة تليفونة المليون فهذا تسمى فلاكشيب كيلر وماذا تستعرف على هذه المعلومة؟ ما يقلق على الموضوع ديالنا لأنك ستأخذ فلاكشيب لأنك ستأخذ أداء من هذه المعاركة التي تشريك الاختلاف بين الشركات يبقى خير في الوجهة المستخدم بحل ذلك بأيسوس و جوجل إنهم تجدوا أندرود الخام تشترك اندرود الخام لتأخذ وتعذيك تليفونة وتجد خدمة قريمة العام التأخذ هنا الاعشاق للألعاب عاجكم أو بيعني لا معنهم أن أشعر عن 100FPS يعني Micro 소개ه لوžو 21 FPS عمان بالأخروج من 9速 و الوكاتي من 10 يوجد معلومات You go 8 ل général opposed to 120FPS تمكن A عيش المقابل القطع عن 100FPS تمرك أكبر same F آتي عن 120FPS يعني مني يدروا اكسترين بلاس ما بقاش حاجة محددة ما يحددوش لك عدد الفريامات انت واجه تدير تليفون ديالك وهذه واحد النقطة اللي زواينا واشا اللي بعلوماتي من الساشلة اللايك المهم تجربة ديالالعاب هنا يرى مخيرة واللعبة كانت سلسل واحد درجة كبيرة واي واحد منتن بالالعاب رغدي تبرع ليهم عراصم يلي جينا سيدي البصمة بما ان الشاشة هنا امورد فالبصمة كي جينات احت الشاشة واشكر معكم صارح الاداء ديالا ما عندي منعيبا لي اللي كانت شاعلة انا ما كتحط الصبعك تحل فرمشة عين اللي كانت اللي كانت سدودة كي ياخذ واحد الجزء منتانية وكتحل بالزربة المهم بصمالي سريعها وما كتغلش وبمجرد ما كتحط الصبعك تحل يعني ما عندنا منعيبوا على الاداء ديالا عشرة على عشرة لهذه الفناكي يجرب الصوتور جديد اللي اسمي هو الهايبر او اس مع الاندروود 14 وبنسبة لهذه الواجهة جديدة لن يكون معكم صريح لا يوجد شيء مشكل ليفون بلية خفيف لا يوجد بلية لعبة لا يوجد شيء بلية ناضية وكما قلت لكم قبيلة لأنك تأخذ فلاكشف كل شيء يكون مغيز ما عندك من النشخة لهذه الفكي يجب بطارية كبيرة 5000 ملو امبرور ويدعم الشحن 90 واط و90 واط تأتي معها في البواطة ومنك تسمع 90 واط اي بمعنى غير شارجك من صفر 100% في 35 دقيقة ولكن الحاجة اللي نبوش اللقش علينا سامسونج وابل كتبغي تشارجين بالكابل وما يوصلوش 50 واط على معضن سامسونج حتى ال 45 واط وابل وقع لفلاكش 15 برو ماكس وصلت شيء 30 واط المهم اللي سنقوله هو تبارك الله عليك شاومي اولا يدخل من التليفون على صحبي لذا لم تدخلوش المغريب لما يخدم عادي لأي وحد فينا غير كون هاني التليفون يكمل لك النار كامل وانت مرتاح وحتى في حالة دي شارج لا يبقى شيء خلعك لانك ما قلت لك في 35 دقائق تشارجها مستفرنا 100% اي بم يعني لو تضعها في الشارج أبشيته ضمي مثلا تصلي أبشيت لبس حبيديك أبشيت تاكون أبشيتها 100% وارش تشارجينا صحبي 50 واط لذي كما عارش من واصلة بقى ما وصلت 50 واط في الكابل نعبتها والله يلا عبتها وده بس ايدي وده بس ايدي اهم حاجة اللي علاق درجة الفيديو اللي هي الكاميرات لانك يجي معي الكيتش خاص بالصوار اجي انت عارفوا على الكاميرات اللي عدنا هنا وعد من بعديك الساعة دليكم انبوكسر لهذا طب تفاهمنا هنا يبدأ عندك ربعا دي الكاميرات الكاميرا الرئيسية تجيب 50 ميجا بيكسر فاصل ثلاثة على الزدو تلك الثلاثة الله اعلن وكتجيب سنسور دي الصوني اللي هو IMX 999 اللي كيجيب 1 انش Ufff ما عارك لذا انا بيجيب اخرج لي ربعا تصورك بكاميرات حيث ياري فيها وبما انك سنسور ه Lean 1 انش يعني لو تصورك بلاسك هو صورة الله ستطلعلك واضحة تستطيع التليفون يمكنك تشيب أكثر من عينك وبطبط هالك كاميرا الرئيسي هنا يدعم نستجيل بيصري أو ما يسمي OIS الكاميرا تطابقت حاليا الخاصة عن 50 ميجا بيكسر أما يخصنع الأمر خمسة اكس وبجوجهم يجري بخمسين ميجا بيكسل لما كانت الخمسين اي نات وبنسبة الكاميرا دي السيرفي تجري بثلاثين ثلاثين ميجا بيكسل واجه دام ندروا الانبوكس اللي للعيباب وديكس ساعة نحط لكم التصويرات باش تشوفوا ديكشيك بجديره هذه الحاجة اللي لقبل لدرجة الفيديو نحطها دي هنا كنا الشي نوية معلم هنا ما غدت فهمت اشي حاجة لا انا ولا انتق هنا ما مكشوف فاواله والباك يأتي على تشكيل نشوفوا هنا ما لدينا بعدها نلقاها لديك شئ بالشي نوية اللي لم يقرأ بشي واحد وشنية هذي هذي ندر بحل واحد الخيطة او لديك العقيقة اللي يتبعدها بك يدروا البناء في التلفونات بحل ماذا قدرت تركبه في التلفونات بحل تركبه في التلفونات معك وده بس يدي نشوفوا اللي عجب كيف يدير لدينا اول حاجة هي هذي بوشتة ديالو نجيوك نركبها بحل موقع ما اللي احسن نبدأ ومالفوق بحل موقع ومنك نركبو لديك هذه البوشتة كيبلي على التشكيل نمو بسميده الشاومي هناك قصة ضرورة مقاتبان تلفونات قدرت واحد شوية نشوفوا هذي اللعيفة نجينا على التشكيل هذي غالبة مش كتشدة مش كتفيكسيها هذا بعض عرفت هذا الخوائد كيركب هناك وباكيش بقىتش تلفونات معك ولو باكي تركبوك تركبوه في حل موقع يمشي بسكة فهذا ادفع هذا الاخر و سوف يجعله على الموكس صعب هذا يجعله ترى الهاتف يجعله لم يخيره بالنسبة للناس الذين يصوروا فيديوهات سوف يكونوا متحكمة على الهاتف يعني الفيديو ستكون مستقبلة أكثر ما من يجعله لكي يجعله هناك تيب سي يجعله على شارجة لا يوجد مشكلة هذا تيب سي بسم الله هناك تشعر واحد البولة حمراء هنا لا يجعله على شارجة لأنه لا يضيع الوقت دعيه على شارجة و نشوفه ما الأخر لديك هذا في حالة تيب سيخدم تليفون مثلا في الزنقة و نحن نجعله و سوف يساعد الخدمة لكي تستطيع إضافه لكي لا يجعله على شكير تجرب حالة تلك كاميرا على صحيبي لا أعرف ما تدير تليفون ولكن أوعر ما كان هو هذا ما سنفعله نحيضه و تختار تركب هذا هنا و هذا ما هو الضوء هذا ستخدم به حالة تركب شفيتر هنا على سبيل المثال الاندي فيلتر من طبع أنك شخص عادي لا سنعرف ما هو الاندي فيلتر يجعله مع الناس الذين لا تصور الفوتوغرافي أو في الفيديو بعد أن لا تقوم بعمل الموت برو أو تخدم كاميرا التي تحترى فيها ماشر الأبرتر أو لديك فتحة العدسة تقوم بعمل 1.8 و تقوم بعمل الشجر تقوم بعمل 1.5 و أنت تصور في الزنقة النتيجة ما ستكون أتبالك غير البيوضية يعني الصورة لا تكون واضحة لكي تركب هذا و تركبه هنا و تأخذ الفيلتر و تركبه هنا و تحاول تضغط نقص غير من الفيلتر و تقوم بعمل الشارجات قليلا و تقوم بعمل الشارجات قليلا و تقوم بعمل بعمل الشارج هذا العيب الذي لديك هنا هو زوم خاصة بالزوم و هذا الذي تصور بعمل لاحظة معي سنزوم 2x هنا 2x 3.5 5x 5x نعود الى رجعنا رجع بحال موقع 05 و هناك أحد العيب الذي وارب بحال الكاميرا الترافية تماما و هناك أريد ان تصور وضع هناك أعلى نسط نقص و لا تورجك أعلى نسط نقص التركب فيها لا تلاحظ معي إن تقوم بالتركب فيها ماذا يبدل أن تكون موجودة وما يتصور و هناك ايضا تركب 2x فكانك تحليم كثيرا و هناك أعرف هناك أخير و هناك أحد أخر لديه مثلا الفيلفون لا توقع مرحلة على الناس تلك المثال الكاميرا و هناك أ Darwin فلم تأخذ يعني ان تتطور صورة في الزرفة. مع اللي كدرت موارك علىها تتحليك الكاميرا بحال موكو وقدر تصور كم ما بغيتي. ومقدر ده بان تصورت عشرين تصورة ما عنديش مشكلة يكونوا متابعين. مع اللي يغرر موارك عليها دي بحال موكو احسب لي التصور هنا ايه. لنرى 30 صورة وقت. نرى 50 صورة. المهم كان دول باك اللي يجي معاه. بصراحة ما كنت عندي ذلك الفيلتر. نستيلكم فيديو. نصوروا فيديو بشي بلديكم المفعول دياله بالصح كيف يجعل. او للدور دياله الحقيقة كيف يجعل. وليك اللي الاسف غاما عندي. المهم كي بقى تشيليفون اللي هربان فاش ماجيتي. وللتوضيح فقط هاد العيب اللي كان هناك في الجنة. انا مشي ضربة هاد وغير دياللان كهاصاب. وكم العادة جاءت لوقات جبش حط لكم بعض التصورات باش نش اشتركوا فيديو. بالنسبة للناس اللي مهتم بالفيديو كتش قدر تصور بالHK مع 24FPS. فانتش غير تحتاج الHK مع 60FPS. وكتش قدر تصور بال4K مع 60FPS. وكتش قدر تصور بالالف وثمانين الناس ديال سلو موشن حتى الالف وتسعمية وعشرينFPS. ولكن الحاجة اللي بواش تفهم ليون بواش تخلي العقلي. وهو الكاميرا ديالسيلفي حتى الالف وثمانين. علاشة شاومي لا ندري. اشنا هو السبب ما اعرفناش. وخاوة بينكم اللي يريد ان تصور فيديو لا تخدموا كاميرا ديالسيلفي. لشاريع التليفون يريد ان تصور بكاميرا رئيسية. غير يكون ديالوك تبعين 4K لا تضرب. ودية تجربة ديالفيديو كنتصور بال4K مع 30FPS. وكما قلت لكم كنت اختطر تصور بالHK مع 24FPS. وبال4K مع 60FPS. وبنسبة للرادية السلو موشن كنتخطر تصور بالالف وتسعمية وعشرينFPS في الالف وثمانين. الفيديو يكون مستابليزم جيدا. لان اكتشبه البصاريك. وبما ان هناك سنسور كبير. سوف نقوم بعمل كاميرا. لان السنسور فيه كبير. يعني هذا الفلوغ يكون بحل كاميرا. بصراحة كاميرا في وارغ. اضرب نزومي ونقوم بعمل كاميرا. نقوم بعمل كاميرا. نقوم بعمل كاميرا. نقوم بعمل كاميرا. نقوم بعمل كاميرا. 15FPS هناك X. لكن الديجيطات تطبيقها. 5X هي التي تصورها. لديك شوكة من هناك. لا يمكنني أن تصورها. نقوم بعمل كاميرا. نقوم بعمل كاميرا. هناك 0.5 Ultra White. كنت تقوم بعمل كاميرا. كاميرا جدا. فكاميرا جدا. فكاميرا. فكاميرا. فقوموا بعمل الكاميرا. ففيديو بالخير. فكاميرا. ويجب التطبيق عنه. وهذا للعداد للتواجر. لم يجرد ان يعمل الفلوغي به. لهذا الفيديو قد يouverه كاميرا يستطيع يدعي. في الماتنة لهذا الفيديو قد يتوقع. يجب عليها الكثير من الفلاكشيب أو الميدرينج مثلا للفئة الوسطى أو للفئة العليا حركة الكاميرا بحلمك يسمع فاوحة الصوت تسمع سمعت الصوت تسمع هذا ليس مشكلة في الكاميرا و ليس الكاميرا مبدلة أو فيها إشكال إذا قلت معي قلت لك تدعم تتبيت البصاري أو الـ OIS هذا التتبيت البصاري باللاتي سنجيبنا للعيبة بشترح لكم بزيان لقيتون هنا ما يدر مهم معلومة لا يجب أن تصل بأي طريقة هنا أنت أيها البطانة للأسف قلت لدي شارجة أما أنت لديكم هنا صبرات أباشير و مشرح لكم ما علينا سيدي دور هذا ما هو تركب تليفون هنا و تستطيع تصور فيديو بحال معكم و إيدك و خاك تكون تزعزع واحد شوية يجب أن يكون مستبليزي هذا يسمى مستبليزاتور هذا التصويت الذي تسمع هنا لماذا تخيل معي هذا صغير و وضع الكاميرا يجب أن يصغروا و يصغروا و يصغروا و يصغروا في الكاميرا تليفون لماذا؟ لماذا؟ لقد أخذت أستاذ دعوا بزدف الشباب مغربي أنا كنت أستاذ كورا كل شي نجح لذلك يباري سنة لم تشاهد أن نشرح مزيلا يلا سيد احنا ضربنا معكم كاميرا و نضموجه من العيب و مازال مباشي تضع لايك هذا هو هذي معك و هذا هو هذي عليك أخويا الموما سيد نجل الأهم نقطة الهي الثامن ديال التليفون الهاتف هنا بعدك يجينا 12 جاقة فرام 20-50 جاقة فستوكاج و الثامن ديالو إذا أخذت التليفون مع الكيت ديالو الذي لم تجد أصلا في حالة تلقيتها أجدك 10-1000 درم ناقص 100 درم أو 200 درم أو زيد 100 درم المهم اللي أريد أن أخذت لكم هي الوحيدة اللي كان في المغرب حاليا رمزي ستور و انستغرام رمزي ستور خليك في التسكريبشن و تمام الجيد مناسب و بالنسبة الرأي ديالي ماذا عسي أقول بعد الذي يقيل تلقيت لديك ويعر و متكامل و لديه ملايب لي و إذا أخذت تريب فلوكشف من أي شركة أخرى يعني لا يوجد شيء تنزول لديك أداء الوعر كاميرا خطيرة اكرو و بالخصوص الناس في المكين ستتفرع عليها مع رأسهم لأنه يمكنك تعمل به كثير من الوحيدة و إذا أركب لي مثلا كتلك تجيب على الفيلتر سيقدر تلع لي فيديوهات لديه يقدر تعمل في الكاميرا الأساسية وهذا يعمل بك أزاوية تانية و بالخصوص لو أريد أن تجعل شيء أكثر سيطلع عليها شيء لديك أربعنا لمهما سيدي هذا مكان انتمنى بالفيديو أعجبك و كأماني الله 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 ديروا لك لايه ديك لايه ديك دير لك